شهد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة بنيا وشركة خزن الديتا سينترز ومنطقة المعادة التكنولوجية لإقامة أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر يعد هذا المشروع الذي من المقرر أن يقام على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعادة التكنولوجية هو الأول من نوعه من حيث القدرة والمساحة بحجم استثمارات يبلغ قدرها نحو 250 مليون دولار وذلك الاستهداء في أعمال مركز البيانات وساعة النطاق في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا